واعلموا أن الله قد نصبه لكم رسول الله يتحدث عن أمير المؤمنين بحسب سياق كلامه المتقدم واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد فهو علي أمير المؤمنين فهو ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من صدقه معاشر الناس هذا الكلام ليس خاصاً ليوم الغدير أو للذين كانوا يستمعون لخطبة رسول الله في وقتها هذه الكلمات مفروضة علي وعليكم في كل ثانية من ثوان حياتنا هذه الكلمات مفروضة علينا مع كل نفس من أنفاسنا مع كل دفقة دم في شراييننا وأوردتنا مع كل طرفة عين مع كل لحظة من اللحظات معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي وهو علي هذا كلام رسول الله ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إنما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامته إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إني قد بيّنت لكم وفهمتكم ماذا بيّنت لنا يا رسول الله وماذا فهمتنا إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد هذه الجملة تكفينا هذا علي يفهمكم بعد إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد المنظومة التفسيرية تبدأ من هنا البوابة من هنا معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آياته ومحكماته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة ضمن هذه المنظومة بحسب مواثيق هذه البيعة فوالله رسول الله هو الذي يقول لست أنا رسول الله هو الذي يقول فوالله فوالله لا يوضح تفسيره سيره إلا الذي أنا أخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي علي أهواك حتى في حشاشة مهجتي يا أمير المؤمنين أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع يا من له يا من له يا من له في أرض قلبي منزل يا من له يا من له في أرض قلبي منزل نعمل مراد الرحب والمستربع هذا علي يفهمكم بعدي الصحيفة السجادية مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الصحيفة السجادية هي برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون لكن الشيعة ذهبوا في اتجاه آخر مثل ما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أعود إلى الصحيفة السجادية هذه الصحيفة السجادية الجامعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إنها الصحيفة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده ما خطه لنا من دعاء نقرأه عند ختم القرآن الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من العبائر التي ترتبط بالمنظومة التفسيرية التي أحدثكم عنها هكذا يقول دعاء ختم القرآن اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا التنزيل الإجمالي هو هذا البناء اللفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مثل ما جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو النزول الإجمالي لأن تبيان كل شيء في القرآن ليس في هذا الإطار الإجمالي وإنما في أعماق هذا الإطار الإجمالي هذا الإطار الإجمالي بمثابة فهرسة للحقائق الإطار الإجمالي في ألفاظه العربية المحدودة بسور محدودة وآيات محدودة وكلمات محدودة هذه فهرسة فهرسة للمطالب العميقة التي تشير عنوين الفهرسة هذه إليها وإلا فليس منطقيا أن القرآن بصورته اللفظية التي بيننا ما بين الدفتين يكون تبيان كل شيء في ألفاظه المحدودة التي نعرفها هذه الألفاظ بمثابة مفاتيح بالضبط كيبورد لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح البرنامج والأسرار عند الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن لا نأخذ التفسير إلا منه هناك البرنامج وهناك الأجهزة وهناك المنظومة التفسيرية بقضها وقضيضها اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا فعلم عجائبه أين في هذه الألفاظ هذه الألفاظ مفاتيح لأن الألفاظ هذه محدودة محدودة إنها مفاتيح لا يحسن استعمالها إلا هم إلا محمد وآل محمد الذين يقولون من أن القرآن بحدود ألفاظه العربية وبحدود بلاغته الأدبية الظاهرة هؤلاء لا يفقهون شيئا من القرآن هؤلاء يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الذين يصدقون كلامهم هذا وجه من وجوه القرآن التي لا تعد ولا تحصى الوجه اللفظي العربي الأدبي البلاغي وجه من الوجوه اللهم إنك أنزلته أنزلت القرآن على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا نحن نحن شيعة نحن الذين كان يفترض بنا أن نؤسس مجتمعا منشودا يمهد لصاحب الأمر ويلتزم بالمنظومة التفسيرية لا أن يذهب وراء أولئك الذين أسسوا لنا الرزية الطوسية وورثتنا 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 علمه مفسرا مفسرا من قبله لاحظوا الكلمات دقيقة جدا وورثتنا علمه مفسرا وفضلتنا على من جهل علمه وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حملة اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة هناك من يشرح هذه العبارات وكأنها تتحدث عن العترة الطاهرة هذه العبارات لا تتحدث عن العترة الطاهرة تتحدث عن شيعة العترة الطاهرة سيأتي الحديث عن العترة الطاهرة هؤلاء 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 الذين يفهمون العبائرة من أنها تشير إلى العترة الطاهرة اللهم اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا انتهى الكلام عن محمد وآل محمد وبدأ الكلام عن شيعتهم وورثتنا علمه مفسرا فسروه لنا وفضلتنا على من جهل علمه وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حملة اللهم فكما جعلت قلوبنا له للقرآن حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل على محمد الخطيب به خطابة النبي في قرآنه أصل خطابته في قرآنه فالقرآن هو مركز خطابة النبي أما أحاديثه هي الجيوش التي تزدحم حول مركز القرار فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له هؤلاء هم خزان حقائق القرآن هنا جاء الحديث عن العترة اللهم فكما جعلتنا نحن الذين نقول إننا شيعة إذا كنا إذا كنا قد أسسنا المجتمع المنشود لكننا ما فعلنا هذا ذهبنا جرياً وراء أولئك السفلة الذين جاءونا برزية الخميس الثانية ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن المراجع أطوسيين السفلة فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه هذا الزيغ الذي تحدث عنه القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نحن الشيعة علينا أن نتمسك بالراسخين في علم القرآن بالراسخين في علم الله كله فعلم القرآن جزء من علم الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم راسخون في علم الله كله وليس في علم القرآن فقط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أما نحن شعتهم نحن الذين نقول آمنا به كل من عند ربنا مر هذا الكلام علينا في معنى هذه الآية وإعرابها بحسب قراءة العترة الطاهرة حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله إمامنا السجاد يتحدث عن حبل القرآن ما المراد من حبل القرآن؟ إنه الحبل الذي تحدث عنه القرآن وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في الدعاء هنا اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله الآية الثالثة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نخاطبهم ومن اعتصم بكم سادتي آل محمد ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله نقرأ في غيبة النعماني إنها رواية جميلة هذه طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة النعماني متوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة من علمائنا القدماء ومن أجلتهم في الصفحة التاسعة والأربعين من غيبة النعماني الرواية عن إمامنا السجاد إنه الحديث الثاني الذي يبدأ في الصفحة الثامنة والأربعين أقرأ من الصفحة التاسعة والأربعين بسند النعماني عن محمد بن الحسين الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه كان رسول الله ذات يوم جالساً ومعه أصحابه في المسجد فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه عبارة جميلة يسأل عما يعنيه لأن المسلم لا يسأل عما لا يعنيه والنبي يريد أن يقول لنا بأن الذي يعنيكم إنه يريد أن يقول لنا إن الأولوية الأولى في قائمة أولوياتكم هي هذه هذا الرجل عنده قائمة أولويات نظمها بدقة عالية إلى هذا يشير رسول الله يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه فطلع رجل طويل يشبه برجال مضار قبيلة مضار في الأعم الأغلب رجالها من طوال القامة فطلع رجل طويل يشبه برجال مضار فتقدم فسلم على رسول الله وجلس فقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول فيما أنزل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه سؤال سؤال مهم جدا ومثل ما قال رسول الله فإن الرجل يسأل عما يعنيه هذه أولوية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه ما هو هذا الحبل هل هي الوحدة الإسلامية التي يضحكون بها علينا هل هو التقريب بين المذاهب إنه تخريب وما هو بتقريب إنه تخريب وما هو بتقريب أي تقريب فيما بين المذاهب مسخرة مسخرة يضحكون بها على الشيحة السنة ليسوا مقتنعين بهذا الهراء هذا هراء شيعي طفسي قذر واعتصموا بحبل الله ما هو حبل الله هذا فأطرق رسول الله مليا لماذا فعل رسول الله هكذا إنه يريد أن يلفت أنظار أصحابه من أن الأمر يستحق الترقب والانتظار ماذا سيجيب رسول الله فأطرق فأطرق رسول الله مليا ثم رفع رأسه وأشار بيده إلى من أشار وأشار بيده وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب وقال هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم 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 يضل به في آخرته هذا هو حبل الله أين هذا من منطق هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بدعاة التقريب وحينما يتحدثون عن التقريب في أول كلام يتحدثون يفترون على الله يأتون بهذه الآية يفترون على الله هؤلاء هم أبناء الرزيتين أبناء الرزية العمرية وأبناء الرزية الطوسية الذين قالوا عندنا كتاب الله وهو حسبنا فدمروا المنظومة التفسيرية فرقوا ما بين مركز القيادة وما بين الجيوش إنها خيانة خيانة عظمى في أي دولة من دول العالم الآن في حالة الحرب إذا كانت هناك جهة تحاول أن تقطع التواصل فيما بين القيادة وبين الجيوش يحكم عليها بالخيانة العظمى خيانة عظمى هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنيا ولم يضل به في آخرته فوثب الرجل هذا الرجل الذي من أهل الجنة والذي يسأل عما يعنيه فوثب الرجل إلى عليا فاحتضنه من وراء ظهره أي وقف وراء الإمام واحتضنه بذراعه لف ذراعيه حول صدر الإمام فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله ثم قام فولى وخرج فقام رجل من الناس من الصحابة فقال يا رسول الله الحقه فأسأله أن يستغفر لي إنه من أهل الجنة فقام رجل من الناس من الصحابة فقال يا رسول الله الحقه فأسأله أن يستغفر لي لأنه رجل من أهل الجنة وكان يسأل عما يعنيه لا يعبأ بفضول القول ولا بسفاهة الفعل إنه يسأل عما يعنيه فقال رسول الله إذن تجده موفقا قال فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر الله له فقال له هذا الذي هو من أهل الجنة قال لهذا الذي قد لحقه طالبا منه أن يستغفر له فقال له أفهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له قال نعم قال فإن كنت متمسكا بذلك الحاب يغفر الله لك وإلا فلا يغفر الله لك لح حاجة أن تسألني أن أستغفر الله لك تمسك بالحبل تمسك بحبل القرآن هذا في غيبة النعماني في الجزء الثاني من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة ألف مئة وسبعة للهجرة على ما هو مشهور وهناك من يقول بأنه توفي سنة ألف مئة وتسعة للهجرة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السادسة والثمانين إنه الحديث الخامس نقله عن كتاب خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي بسنده بسنده الشريف الرضي عن عيسى الضرير عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الكاظم يحدثنا عن خطبة خطبها رسول الله في مرضه فقبل أن يخرج إلى الصلاة إلى مسجده كي يخطب في المسلمين قال رسول الله ادعوا لي عمي يعني العباس فدعي له فحمله وعلي حتى أخرجه فالنبي خرج بين علي والعباس خرج إلى المسجد فقال رسول الله ادعوا لي عمي يعني العباس فدعي له فحمله حمله العباس وعلي حتى أخرجه فصلى بالناس وإنه لقاعد لشدة المرض فصلى بالناس وإنه لقاعد ثم حمل فوضع على المنبر بعد ذلك فاجتمع لذلك جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتى برزت العواتق من خدورها العواتق شابات النساء حتى برزت العواتق من خدورها فبين باك وصائح ومسترجع مسترجع يكرر قول إنا لله وإنا إليه راجعون فبين باك وصائح ومسترجع وواجم الواجم هو الساكت الساكت على خوف على ريبة على هم والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة المراد من الساعة هنا جزء من الوقت وليس الحديث عن ستين دقيقة تقسيم الساعة إلى ستين دقيقة هذا تقسيم فلكي والحديث هنا حديث عرفي إنها الساعة العرفية والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة لأن المرض قد ألم به بسبب ما سقي من سم القوم قد قتلوه والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة وكان فيما ذكر من خطبته أن قال يا معاشر المهاجرين والأنصار ومن حضر في يوم هذا وساعة هذه من الإنس والجن كلام النبي يشعرنا من أن قوما من الجن كانوا حضارا لأن خبر مرض النبي وحصل إليهم ومن حضر في يوم هذا وساعة هذه من الإنس والجن ليبلغ هذا أمر من النبي هذا فعل مضارع معلام الأمر أشد في الأمرية من صيغة فعل الأمر افعل ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا وإني قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى والبيان لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء حجة الله عليكم وحجة وحجة ولي ويتحدث عن القرآن صلى الله عليه وآله وهذا هو معنى أن القرآن مركز القرار وخلفت فيكم وخلفت فيكم العلم الأكبر إنه الأكبر بالقياس إلى القرآن لا مثل ما حرفوا حديث الثقلين فقالوا عن القرآن من أنه الثقل الأكبر الحديث هنا واضح العلم الأكبر علي وهو الثقل الأكبر وخلفت فيكم العلم الأكبر علم الدين ونور الهدى وضياءه وهو علي بن أبي طالد وهو حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الناس هذا علي من أحبه وتولاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم وأعمى لا حجة له عند الله هذا هو حبل القرآن الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في دعاء في دعاء ختم القرآن الذي يريد منا أن نقرأه ونحن في مجتمع شيعي يمهد لمشروع إمام زماننا اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله بحبل القرآن ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله أين هو معقل القرآن إنهم الراسخون في العلم هؤلاء هم معقل القرآن ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه أعتقد أن الحديث تحفظونه حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجات هكذا زين الله عرشه العظيم زين الله عرشه العظيم بهذه العبارة حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجات اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ممن يعتصم بعلي وآل علي ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله كلام دقيق المتشابهات في القرآن إذا لم إذا لم نلجأ إلى معقل القرآن فإننا سنحول القرآن بسبب جهلنا إلى كتاب ضلالة فإذا أردنا الهداية فعلينا أن نتوجه إلى معقل القرآن وهنا يتضح الفارق الكبير بين القرآن الذي فيه آيات محكمة وآيات متشابهة وبين حقيقة المعصوم إنها الحقيقة المحكمة في جميع اتجاهاتها اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه علينا أن نسكن في ظل جناح أئمتنا في فناء إمام زماننا هل قرأتم هذا الدعاء وهل فهمتم الدعاء بهذا الفهم هكذا يريد أئمتنا منا أن نفهم قرآننا وأن نفهم أدعيتنا وأن نفهم حديثنا لا كما علمتكم سقيفة الضلال سقيفة الطوسيين الأنجاس ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوع صباحه ويهتدي بتبلج إسفاره الإسفار الوقت الذي ينكشف فيه الظلام حينما يكون وقت طلوع الشمس قد بات وشيكان هذا هو وقت الإسفار ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه في الظلام الاستصباح بالمصباح يكون في الظلام ولا يلتمس الهدى في غيره هكذا يجب أن تكون علاقتنا بأئمتنا هكذا يجب أن تكون معرفتنا للمنظومة التفسيرية القرآن مركز قرار والأحاديث جيوش مضمون القرآن مأخوذ من علي بحسب بيعة الغدير هذا هو مركز القرار ومركز القيادة قرآن علوي بتفسير علوي وأعتقد أن الدعاء الشريف يحدثنا بوضوح عن هذا المضمون أعيد قراءة الجمل عليكم تدبروا فيها اللهم صلي على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله بعلي ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله إلى الباقر والصادق ويسكن في ظل جناحه إنه إمام زماننا ويهتدي بضوء صباحه حسين حسين مصباح الهدى ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره هذه أوقات اليوم المختلفة والحالات النفسية عند الإنسان مختلفة والفتن مختلفة والبلايا والامتحانات في الدنيا مختلفة لكننا في كل حال من أحوالنا نحتاج إمام زماننا فمرة نحتاجه وهو يشرق ضوء في صباح حياتنا ومرة نحن في مرحلة الإسفار وضوء الإسفار من آثار لطفه وفيضه صلوات الله عليه وتارة نستصبح بمصباحه حينما يخيم الظلام إنها كؤوس الحكمة المهدوية التي يقدمها إمام زماننا إلى أوليائه مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره هذه الفصاحة وهذه البلاغة التي أصحابها يدركون فصاحة القرآن وبلاغته لا أولئك الضلال الذين لا يحسنون أن يقرأوا صلاتهم بشكل صحيح إنني أتحدث عن مراجعنا العظام عن نواب الشيطان عن أبطال رزية الخميس الثانية ويستمر دعاء الصحيفة السجادية اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرام وسلما نعرج فيه إلى محل السلام وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيام وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة المقامة الخلوت وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة إلى آخر الدعاء الشريف منطق واحد منطق واحد أحاديث النبي مع ميثاق بيعة الغدير مع دعاء ختم القرآن الذي نظمه لنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية بناء متكامل صفوف يرص بعضها بعضا نظام واتساق يظهر جليا لكل منصف متدبر في هذه الحقائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر